في زل حالة اللغة اللي موجودة على بعض الحكام اللي موجودين في الدور المصري عايز أقول لكم النهاردة كنت متكلم مع مسؤول بارس جداً في لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي وزيدكم من الشاعر بيت النهاردة قال لي معلومة محدش واخد بالو منها في الإعلام الراد في مصر بسأله هل تم الإسناد لعدد من الحكام المصريين في المباراة الإفريقية اللي جاية قال لي آه قال كل الحكام المصريين اللي معانا دايماً في كل المباراة موجودين في المباراة اللي جاية ولكن قلت له اللي حصل في وقعة مباراة الزمالك والبنك الاهلي هل ممكن تؤثر على تواجد محمد عادل أو أي من الحكام المصريين في الفترة اللي جاية الراجل فاجين برد فني مهم جدا قال لي انتوا بتتكلموا على منقشة انتوا بتتكلموا على منقشة فين القرار اللي قدر أحاسب عليه الحكم انه قالوا في محادسة الفار وراح نفذ عكسه قلت له بمعنى ايه قال لي ببروتوكول الفار بيقول ان الحكم ما بياخده القرار في الملعب وبييجي ساعتها حكم الفار بيستقعي بيقولوا انا عندي احتمالية كذا فبييجي الحكم بينقشه فبتفضل المنقشة مستمرة إلى أن يختر حكم المباراة حكم الفار بقراره عبر تقنية الفار في المحادسة الصوتية لازم يكون القرار موجود قلت له طب اوكيه فين المشكلة قال لي انتوا عرضتوا او انا قريت او احنا سمعنا ان الاتعرض ده كان منقشة لكن فين القرار مفيش القرار وبالتالي احنا كاتحاد افريقي ما عندناش مشكلة مع اي حكم موجود في الدور المصر حتى لو فيه اخطاء فنية داخل ملعب ودي نقطة انا النهاردة ادرت اسمع كده من كلامه ان على المستوى الفني مفيش مشكلة بدليل لما تبصي بقى على التعينات عندك مباراة ما بين سانداونز ومنياما الكنغولي كلام ده انا بتكلم فيه مع مسؤولين في الاتحاد الافريقي وبجيب التفاصيل لحضراتكم النهاردة مباراة سانداونز ومنياما الكنغولي يوم 26 نوفمبر تم اسناد ادارة هذا اللقاء للكابتن محمد معروف طاقم مصر بالكامل ويكون حكم رابع معاك كابتن محمد عدل ده قرار بخصوص اسناد المباريات للحكام المصريين في الفترة اللي جاية يعني رغم كل حالة اللغة الفني اللي بيتقال على بعض المباريات ولكن الكاف لرؤية تانية وكان بالنسبة للنهاردة المفاجأة انتم بتتكلموا على مناقشة لكن فين قرار اللي قدر حاسب الحكم انه غلط في مباراة في الدور عشان ما سنتش ليه مباراة في بطولة الافريقية فأولا معروف وعادل في مباراة سانداونز ومنياما الكنغولي طب نروح لمباراة تانية وهي مباراة قوي جدا يوم 8 ديسمبر ما بين الهلال السوداني مع مازنبي الكنغولي المباراة تتلاعب في موريتانيا لان الهلال بيلعب خارج السودان المباراة تهيدرها الحكم الدولي الكابتن أمين عمر أمين عمر حكم لمباراة الهلال ومازنبي ويكون أحمد الغندور حكم رابع نروح لمباراة ديربي كمان في كاس الكنفدرالية يوم 27 نوفمبر مباراة ما بين الصفاقسي وكوسانتينة الجزائري ديربي قوي جدا ما بين الصفاقسي وكوسانتينة يعني بنتكلم على ديربي تونسي جزائري تم اختيار طاقم مصر ليه بقيادة الحكم الدولي محمود البنة وهيكون الحكم الرابع محمود ناجي دول طاقم التحكيم لمباراة دور الأبطال بالنسبة للطاقم المصرية هيتم اختيارهم في دور الأبطال والكنفدرالية في الثلاث جولات اللي جاي دي كانت جزئية مهمة جدا أبدأ بها النهاردة لأننا بحاول أجيب أسماء الحكام ترسيل وشوية معلومات أكيد ما ينفعش ما نقول لكمش التفاصيل دي لازم تعرفوا إيه اللي بيحصل في دولاب العمل سواء في الكاف أو في الفيفا أو حتى هنا في الاتحاد المحلي ترجمة نانسي قنقر